السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أخوتي هذا أول فيديو بعد الغياب طويل اللي غبت في القناة كنت ذكرت يعني سبب غيابي في اللايف رح أخليكم الرابط التحت في صندوق الوصف كما رحكم تشوفو هنا يا راني في طيارة راح الستة ونصف تاع الصباح وراني مقلعين طبعا رحنا حين الزاير كان عنا يعني ظروف تعاقوا غطوا منا المهم هنا كنا لحقنا كما رحكم تشوفو الحال ما شاء الله كانت 22 دراجة في الزاير لوكو خليتها في فرنسا 2 تحت الصفر يعني كان واحد البرد ما نحكي لكم المهم هنا يا طبعا حبيت برك نديلكم يعني مقططة فقط يعني يعني لبلكم بلحت حاجة مخبية عليكم ووليد يعني كل حاجة مبرتاجيها معاكم يعني رجعناك شغل عائلة واحدة المهم حضرنا الواحد العرس تانيك في العائلة وفي نفس الوقت كنا مع التحضيرات في نفس الوقت طبعا كنا دايما نتلموا كما رحكم تشوفو هنا يا كنا تقريبا تقريبا يوميا وانو رحت مدة عشر يام برك تقريبا كنا يوميا تلموا كما رحكم تشوفو هكذا العيلة كامل ضايرين وكانوا طلبوني شحام من مرة يعني من سنتين ندلهم لا بايلة وما كتبش ربيحت لهذا المرة المهم كما رحكم تشوفو دلت لهم لا بايلة وكانوا اكثر من خمستاشن شخص المهم كما رحكم تشوفو جات يعني ما شاء الله وفي جو عائلي رائع جدا مع ذاك البرد والنار شعله واش نقول لكم ما رح عليكم ان شاء الله هنا كاميرا ميصورو المهم تانيك مقتطفت هنا مع عجوستي كمزاف الأخوات في الصفلي فات كي جوز لي فاكنس معي ما كانوا قالوا لي ورا هي عجوستك على هما تحضرش على عجوستك انا عجوستي طبعا عندها العيلة التحهية تاني وتطلع وتحبطوا منا يعني ما تقعدش فيكس في لفت زاير المهم يعني جوزت مع هذو كل عشر ايام جزوا ما شاء الله المهم هنا يا كنت تذكرت في اللايف اللي فات اني رح كان واحدة يعني من العيلة اللي قتلي مريم رح ندل مع قودة عشلف ناس شلف رح ندلوها يعني قتلي ندلوها بطريقة خاصة واحدة اخرى قلت علي شلالة المنصورها لكمش المهم هنا يا ما صورت يعني لي زنك غاجو على خط شي كانت مزروبة وكانت تخدم يعني بطريقة يعني كما نقولو احنا يا كما العادية هنا قطعت كمية كبيرة من البصلت تقريبا واحد الكيلو ونص المهم هنا دارت كمية كبيرة يعني تاني كتر من 15 شخص ما شاء الله اكم على بلكم كن وجدوا العرس وكامل يكونوا الفاملية مثل المين المهم دارت البصلت يتقلى هنا يا كمية كبيرة من القصبر ثوم ثاني كمية كبيرة وهنا الجبن طبعا اللي حب المعقودة بالفرماج يدير الداخل المهم هي اللاست جوز اللي عجبتني بزاف اخواتي في هذه المعقودة هاد لاست جوز دارت القصبر كما راكم تشوفوا قطعته وراح تخلطوا مع الثوم واليزي بيس والتوابل أنا صراحة أنا ندير فيها القصبر وندير الثوم وملحوفة في اللكحة لمارتنتلها شوية من الكوركم الحباكي كجي سفرة لكن بالطريقة هذه اللي راح تشوفوها معي المهم هنا كما راكم تشوفو دارت القصبر والتوم وهنا دارت الكمول هنا قطعت لكم يعني تحب بزاف الكمول كنت قلت لا لا تحبي نسجل صوتك ولا نهضر معك مباشرة نرفضت قطعت لا 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 ما عايش هضر انت في بلاستي منحية بزاف 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 نقول لا يعطيك الصحة لذك المعقودة أول مرة يعني ندوق المعقودة بهذا كل بنا المهم سمحوني أخوة ما زلت شوية مريضة قطعت كمية كبيرة من الكمول والففل كحل من بعد بالنسبة لتاني قطعت الرأس الحانوت هي هنا هنا ما اكترت بزاف رأس الحانوت قطعت ندري غير شوية برك باش ما يقتلش يعني رحت الكمول هذه هي بنت الكمول في هاد المعقودة هاكدا كما راكم تشوفو هنا خلطتهم كامل و رح تحطهم على جنب وفي نفس البق طبعا البطاطا كنا قشرناها وقطعتها موربعات ودرتها في الماء والملح يغلو هادي طبعا على حسب نوعية البطاطا كانت تتحل كانت ترفض بزاف الماء كانت وما على حسب هاي اللي كما راكم تشوفو هنا تفرقته كامل بصح يعني جات من شاء الله داخل هاد المعقودة رح تدير كاس من لاشابلوغ والبيض والفرن تسحقهم طبعا باش ترمض فيهم من بعد تقليهم وتسحقوا تاني كل شاء الله في الآخر الموهين كما راكم تشوفو هادي حمرت من هادك البصل دبال كامل نخلي احتهي دبال كما راكم تشوفو لنفي الحق عندي في الدرمزة ما جربتهاش هادي كما راكم تشوفو اضافت من هادك الخاليط شوية بخص تقريبا 1-4 او 5 مغار من هادك الخاليط وحطتهم هنا بشي تقلقت يعني هادك التوم والقصبر والتوابل يعني يعطوا بنا يعني كشغل تقسهم شوية سخانة باش تطلقوا البنات تاحهم وخلات يعني الكمية الباقية خلاتها من بعد ان شاء الله راح تضيفها في البطاطة هنا كما راكم تشوفو بعد ما طفعت هنا طفعت على المغلى وزيت ضافت الباقي هنا في البصل وخلطته وخلاته كما راكم تشوفو هكذا والبطاطة طبعا بعد ما مرستها ستشوفو معايا ثاني كيفاش دارت لها وبالنسبة للقليان نقلتها على زوج كما اقول احنا دمي توت كان نقلتها بالبيض مباشرة وكاني دارت لها انا كان يحبوها تجي مقرمشة دارت لها لشابل يختاني هنا دارت الملح في البطاطة ملحتها ورح تمرسها كما راكم تشوفو هكذا الموهن كما قلت لكم انا في اللايف فالاخوات اللي كانوا معايا نهار السبت في الليل كنت قلت لهم بلي ما حبيت نبين يعني ندير فيديو هكذا عن البلاد وتراجعت بزاف وكنت صورت وشجعوني ان نصوروا واني نحط كان عندي صلي واحدة المشكلة هكذا ما حبيت نزيد نبرتاج حاجات خاصة بيا كما اللي فياجوا من بعد خممت خممت مليح ودرت ألف حساب وقلت معليش رانا عيلة وحدهم عندها كما كان المليح في الدوني والدوني في القناة كما كان المليح عفوان في القناة كان دونيين نخلي هاد الدوانة كما قال بينهم بين مولاهم وانا يعني نركز فقط الناس اللي تحبني وانا نحبهم بزاف وعلى جلهم اللي رجعت والحمدلله وكنت هدرت تقوط لكم في اللايف وليا يا حبا تسمع وش هدرت تروح تحت في صندوق الوسط كما راكم تشوفوا المهم هنا كما راكم تشوفوا راح عودة تضافت هاداك البصل مع القصبر والزيبي هكذا كما راكم تشوفوا وخلطتهم كامل وهنا راح تبدو تضيف غير بالعقل لشابلوغ وكشفتوا دارت هاداك الشابل الكبير تقريبا فيه 300 ميلي هكذا وتبقى تمرس فيها كما راكم تشوفوا كان اللي يديروا فيها البيت كان كل واحد كيفاش هي غاتب لي نس شلف يديروا هكا ولكن دائما نفس المشكل حتى في شلفوا كل واحدة وش تدير فيها كل واحدة كيفاش تحبتها كل المعقودة تحتها كان يديروا لها شوية كوركم كان يديروا لها شوية زعفة كان يديروا لها شك كامل كل واحدة يعني يديرها كما تحب هي المهم خلطت كلش وخلطتها شوية شوية بردت من بعد بدت تشكل كوريات كما راكم تشوفوا و تربدهم في الفارينة قبل و تربدهم في الفارينة قبل هكذا تخليها شوية يخشينا هكذا و من بعد تجوزها في البيض و البيض اللي كانت درت له شوية ملح ثاني و ضربته هكذا كما راكم تشوفوا كان عندي صعوبة ثاني في التصوير هكذا هكذا يحتكي المي ناقص مقلة كبيرة من بعد بدينا نقلوا و كانت تاني كلي درت لهم الفرماج في الواسط انا كانت انسيت انا فكرتها قلت فكرتها قلت لها يا خانسيتي فرماج بس انا نحب المعقودة بالفرماج هكذا كان يدروا البصل خضر دخل المعقودة مع التوم و كامل ما كانت تانيكلي اللي يقلوها انا عجبني هكذا كي قلت البصل صراحة اعطى يعني بنا ما شاء الله حنا بشي ما يعني منطورش عليكم في الفيديو كنا كملنا كامل الكمية اسمحوا لي من بعد كان نصف الكمية اللي بقت مع التالي درناها بلاشة بلوغ من بعد البيض من بعد لاشة بلوغ يعني كان بزاف اللي كانوا يحبين هاتجي مقمشهم بره وبهذا طريقة تجيكم مطرية هكذا يعني مباشرة بالبيض مباشرة دخل المقلة نقلوهم على نار متوسطة و سبحان الله يعني جت ما شاء الله جت من تفخن تفخت الله يبارك كان يزيدوا الهلال يفوق باش تنتفاخ يعني كل واحدة كيفش بصحة دي جت ما شاء الله هكذا نكمل النقلية كامل كمية و رح تشوفوا طبعا المعقودة بتاعنا كما راكم تشوفوا هايليك الفورماج و هادية اللي درنا لها لشابلوغ و هي اللي دات السوكسي بزاف يعني هي اللي كلو منها بزاف لفها لشابلوغ جت ما شاء الله هذا هو حبيت نبرتج معاكم هاد الوصفة كما راكم تشوفون وتمنى انكم تستفادوا منها خليلكم المقادير المكتوبة التحت في صندوق الوصفة باش تجربوها و دخلوا لي طبعا تعليقاتكم و هناك كانت انتهى يعني انتهى ل و احنا علاجة الحاجة اللي مهمة من بعد الحمده لجت هادي في هادي و جلست ما شاء الله و هنا انا مراجعين اكتشوفو ارجي من فوق ما شاء الله قلكم تحلوا في الوحكم الى المنتقى شاء الله والسلام عليكم